أطلق نشطون في إقليم كردستان حملة على منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم أو تحت وسم هاشتاغ أين الأربعمائة مليار دينار للضغط على المسؤولين في الإقليم لتوزيع رواتب الموظفين ولم يستلم وظفو الإقليم رواتبهم منذ شهر شباط الماضي ولغاية الآن بالرغم من إرسال الحكومة الاتحادية أربعمائة مليار دينار لهذا الشأن وكانت وزارة المالية في حكومة الإقليم قد أوضحت أمس أن الأربعمائة مليار دينار التي حولتها الحكومة الاتحادية إلى حساب الوزارة المصرفي كانت في إطار الاتفاق السابق بين أربيل وبغداد هذا وكانت وزارة المالية في حكومة الإقليم أوضحت أمس أن الأربعمائة مليار دينار التي حولتها الحكومة الاتحادية إلى حسابها المصرفي كانت في إطار الاتفاق السابق بين أربيل وبغداد هذا ويستبعد وفد برئاسة نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم قباط طالباني لزيارة بغداد لاستكمال المباحثات بشأن الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين وقال سامير هورامي المتحدث باسم طالباني نزيارة تهدف لمعالجة ملف النفط والاستحقاقات المالية في الموازنة للإقليم وينضم إلينا مباشرة من أربيل الخبير الاقتصادي الدكتور كوفينت شيرواني دكتور شيرواني ورحبك معنا أين ذهبت الأربعمائة مليار دينار التي أتت من بغداد إلى أربيل بحسب الناشطين والوزم الذي أطلقوه بحسب علمك تحياتي لقناة الحرة للمشاهدين الكارم وشكرا على الصدافة المبلغ الذي وافقت عليه الحكومة الفيدرالية وأرسل الأقليم هو أربعمائة مليار هو من أصل أربعمائة وثين وخمسين مليار دينار كانت تدفع شهريا ضمن حصة الأقليم كالتعويضات عن رواتب الموظفين فالمبلغ هو أقل بحدود خمسين مليار عن الاستحقاق في الشهر الماضي طبعا هذا المبلغ بالمناسبة هو لرواتب شهر نيسان للعام الحالي وليس لشهر أيار في الشهر الماضي كانت هناك أزمة مالية أيضا في البقليم أسوة بباقي العراق فالحكومة أثرت إلى الاقتراف من بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات الخاصة مبلغ من المال لغرض إكمال مبلغ الرواتب وتم توزيعها قبل أسبوعين فهذا الشهر إلى 400 مليار جزء منه تم تزديد ويعادة المبلغ المقترث إلى رجال الأعمال دكتور شيرواني ولكن الموظفون يشتكون بأنهم لم يستلموا هناك الكثير من القطاعات الوظيفية لم تستلم رواتبها حتى هذه اللحظة بل وهناك اتهامات للأحزاب المتنفذة في الأقليم بالاستيلاء على هذه المبالغ نعم هذا الكلام غير صحيح 400 مليار الآن بإشراف وزارة المالية تم تحويلها إلى المصارف وفي الشهر الماضي طبعا تم تسليم الرواتب لكن 400 مليار هذه مثل ما قلت جزء منه هو مبلغ أقترضت الحكومة من رجال الأعمال وأصحاب شركات ومصارف والمبلغ المتبقي لا يكفي تزديد الرواتب وبالتالي الحكومة الآن بصدد جمع وإكمال هذا الرقم إلى أن يوصل إلى كامل مبلغ الرواتب من الواردات الأخرى للأقليم وعندما يكتم المبلغ ستشهد توزيع الرواتب ما هي هذه الواردات المنافذ النفطية دكتور شيرواني تقصد؟ نعم ممكن مبيعات النفط ممكن مبيعات مشتقات النفط الرسوم القمركية والضرائب وغيرها ولكن هذه المنافذ النفطية أليست أيضا يجب أن تذهب إلى بغداد ومن ثم توزع على كل المحافظات العراقية بضمنها الأقليم؟ نعم كيفية صرف هذه الواردات هي موضحة بموجب قانون الموازنة رقم واحد 2019 الذي هو قانون انتحادي الأقليم يستلم حصة الموازنة التي هي 12% من الموازنة العامة في مقابل تسليم 250 ألف درميل من نفط يوميا إلى شركة سومو والآن الحكومة الأقليم والمركز في طور الاتفاق على اتفاق آخر جديد ينظم أدة ملفات واحد منها الأمور المالية والشأن النفطي وثانيا قضية البشمرقة وكذلك المناطق المتنازع عليها مادة 140 فهذه الجزئية كلها رح تكون ضمن هذه الملفات الأربعة الرئيسية التي سيتم التفاوض والاتفاق عليها قريبا بين الحكومتين المركزية والأقليم من أربيل كنت معنا مباشرة الخبير الاقتصادي الدكتور كوفان تشيرواني ممتنى كثيرا على حضورك معنا ترجمة نانسي قنقر